محمد طهر بأكثر من 30 ألف حالة وفاة أصبحت بريطانيا الثانية عالمياً عقب الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وبوصفها واحدة من أكثر الدولي حول العالم تضرراً من الفيروس تحاول الحكومة البريطانية أن تعثر على سبيل للخروج من هذه الأزمة الكبرى كيف يمكن تتبع الفيروس؟ وكيف بالإمكان إعادة بعض مظاهر الحياة إلى طبيعتها خاصة فيما يتصل بعمل المدارس وبعض الأعمال؟ هذه الصورة التقطها أحد المسافرين على متن رحلة تتجه إلى مطار هيثرو في لندن لطائرة قبل إخلاعها ما تثير مخاوف كبرى من موجة جديدة من انتشار الفيروس إذا عادت الحياة إلى طبيعتها في بريطانيا أبرز خطط الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها هو تطبيق تطلب من المواطنين أن يقوموا بتحميله على هواتفهم المحمولة لكن المعارضة تعتبر أن هذا الإجراء غير كاف وتطالب المعارضة الحكومة بالاعتماد على وسائل تعقب الفيروس المعتادة وعلى رأسها زيادة كبيرة في إجراء اختبارات الفيروس الاختبارات والتعقب الفيروس سيكون من أهم ما نقوم به في حربنا ضد الفيروس لا يجب الاعتماد على التطبيق فقط ولكن يجب علينا أن نعتمد على الوسائل التقليدية للتعقب بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد الاختبارات بالتراض هذه الاختبارات مقصورة على ما يطلق عليهم الموظفين الرئيسيين ولكن الاختبارات يجب أن تشمل كل ما لديه أعراض وقل المستشار العلمي للحكومة البريطانية سير باتريك فالانس إن الوضع كان سيكون أفضل إذا سارعت الحكومة بإجراء الاختبارات منذ بداية التفشي ويحذر مسؤولون آخرون من مقارنة بريطانيا بدول أخرى مثل ألمانيا لا يجب المقارنة بين الدول لقد أكد المستشار العلمي للحكومة أنه تحدث إلى نظيره في ألمانيا ليعرف الاختلافات بين الدولتين وهناك مساحات ما تزال غير معلومة بعد ولكن يجب أن نكون حذرين عند استنتاج نتائج مما لدينا من بيانات البريطانيون ينتظرون الخطاب المنتظر لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد المقبل حول مستقبل الإغلاق وتحاول الحكومة هنا في داونينج ستريت التوصل لاتفاق مع المعارضة حول ما يجب القيام بفعله لكن هناك شبه إجماع على ضرورة أن يرتدي من يستخدمون وسائل المواصلات أقنعة الوجه وضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الأعمال وفي المدارس وفي كافة المؤسسات من مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت محمد طه بي بي سي